السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديت اليوم ديال نهار 22 في شهر عشر سنة 2022 غنطرقوا لعدة أخبار من بينها خبر صار حول البيرمي ديال سنة 2020 واللي الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا لا قيم مشكل في التحوال دياله إلى بيرمي إيطالي دائما ما كنلقى أسئلة في التعليق تخص هذا الموضوع ولكن راكف ما كنقول لكم دائما إلا ما كانش الجديد في الموضوع ما كنطرق لي يعني ما قاديش نطرق له هذا الموضوع عير باش يعني نبقى نعود أشياء اللذي جا عارفنها طبيعا يمكن أشياء جديدة وإيجابية والمشكل القريب يتفك إن شاء الله جميع التفاصيل في هذه الفقرة سنطرقوا إلى مدينة بيرغامو في واحد البلدية صغيرة في واحد الحقل الفلاحي سيتم العثور على جثة متحللة ديال المواطن المغربي سنوريكم الصوري إخوان لك الدر صراحة في الخاطر وهذا السيد را كان مختفت قريبا هذي شي جوج ديال الأشهر وكين علامات استفهام حول الوافاة ديالو غذي نطرقوا الخبر هذا وغان شون تكلموا على المظاهرة اللي كانت في بافيا مظاهرة جد مهمة من أجل العدالة في القضية ديال الأخ يونس غنشوفوا الأخت باهيجة بكل شجاعة أشنو قالت أمام الصحفة الإيطالية وكين واحد تتبع من الصحفة الوطنية وهذا شيء ممتاز وغذي نشوفوا كذلك ميصاجات اللي كان كيتبادلهم أدرياتيشي مع القاضية ديال مدينة بطافية وكذلك نيابة العامة اللي كانت كتتحقق يا إخوان على القضية ديالو ميصاجات اللي كانوا في الواتساب غنوريكم كل شيء إن شاء الله وهات الشير نشراته لربوبليكا اليومة كيف ما غنشون تكلموا على اليومة كانت تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية الإيطالية من بعد تأدية القسم بزاف ديال الوزارة بشولي إخوان واحد الجنازة ديال الشاب اللي توفى في مدينة روما غذي نطرقوا لهذا الحديث لأنه كيف ما غنشون تكلموا إخوان على سالفيني ووزارة البنيات التحتية حاليا كين صراع وخيعني تم تشكيل حكومة إيطالية إلا أنه لوكال على الموانئ لمن غذي تعطى واشل سالفيني أو لوزير آخر سالفيني بغي يتحكم في الموانئ باش يشد العكس يا إخوان مع الحراغة ويسد عليهم الموانئ ويخليهم في البحار وما ينقضهم هاتش كيف ما غنشون تكلموا على الخريف اللي عيشين فيه دابة حاليا خريف غريب لأنه والحرارة اللي كين حاليا في إيطاليا خارج المعتاد وغذي نتكلموا على واحد تقارير حول هاد العام يا إخوان والحرارة اللي كانت فيه جد مهم كيف ما العادة كنبغي نشكركم جزيرة شكر على الدعم دياركم للقناة والناس اللي ما مشتاركاش الشاريكو باش مقود توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة غذي نطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية وصراحة كينشي أخبار منك تقراهم ومنك تشوف عدة مقالات عليهم راسك يدرك من بين يم هاد المقال لي قدي نتكلموا عليه يا إخوان وهو العطور على جد ديال مواطن المغربي جد اللي كانت يا إخوان متحللة يعني جد اللي كتواجد في وحد الحقل الفلاحي في مدينة فيردالة اللي كتواجد في البروفينشا د لان بارغامو وتقريبا على الموفاة ديال هاد المواطن المغربي دازوا أشهر ولذلك كيف ما كتشوفوا يا إخوان اللات راس اللي خلات الجد ديالوا فهد حقل الفلاحي اللي كتبيين على أنه والجتة ماشي جديدة في هذيك المنطقة. بالطبيعة الحال الحقل هو هذي إخوان ديال الفلاحة. وكيف ما كتشوفوا معي يعني العثور على الجتة دياله. وسط هذ الحقل الفلاحي ما جاشي إخوان بالصدفة لأنه كانت واحد السيدة البارح في الليل وهاتش يوقع البارح في الليل تم اكتشاف الجتة. مع لحظة جديدة الليل بحالة بحال هات السيد. كانت مخرجة لكلب ديالها كتدوره في هذك الليل. وكتتمشى معاه إلا أنه كلب دياله في واحد اللحظة غيدوزي إخوان وصد الحقل لأنه شمشي رائحة. وغيبقى يجري حتى يوصلي إخوان الجتة وغاد يوقف. منا غادي تبشي عنده السيدة غدتفاجئ بلا أنه أمامها كانوا واحد الجتة متحللة. غدتعيط الرجال الشرطة ورجال الشرطة اليوم قدروا أنهم يتعرفوا على الضحية. خصوصا أنه لقوا عنده وثيقة رسمية اللي كان يهزف الملابس دياله. ولذلك كان سهل عليهم التعرف عليه. وهذا المواطن رهت قريبا اختفى على الأقل هذه الشهرين لأنه الأخ دياله كانت توجه للشرطة الإيطالية باش يديك لارب الاختفاء دياله ويدير دينونشا. كنبغيو نعزيو هات السيد. الله يصبرو والله يرحم هات الشاب المغربي. وفيما يخص الأسباب الله أعلم يا إخوان. لأنه نيابة العامة دارة المسترالي خاصة الدار دائما. مني غادي تلقى جوتة. كيف ما كان الحال غادي تفتح واحد التحقيق بالتهمة ديال القتل. بالتهمة ديال القتل ضد مجهولين. وهذا التحقيق غيرتك إمكانية أنك تدر عليه الوطوبسية. تدر عليه التشريح. وهذا التشريح هو اللي غادي بيلينا الأسباب ديال الوفاة ديال هات الشاب. طبي يتح من بين السيناريوهات اللي كي ذكره الصحف الإيطالية هم كنين ثلاثة السيناريوهات. السيناريو الأول هو أنه هات الشاب يكون يقدر يكون يا إخوان تعرض لعملية قتل. وكما يكون وقع ليه. هات الشيء اللي يوقع لجوج فتيات مغربيات تقريبا هات الشيء عام عام ونصي إخوان. لو قيتها اللي توفاه في واحد الحقل فلاحي من بعد ما أنه دستعليم واحد الماكينة فلاحية. إلا أنه في هذه الحالة ربما تقدر تكون دستعليه إخوان الماكينة ديال الحصاد. وهذا راه واحد الحقل ديال الدورة. ربما مني يقدر يكون السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو أنه هات الشاب يقدر يكون تعرض لعملية قتل. وكان القتل دياله في منطقة أخرى وجابوه لهذا الحقل الفلاحي ولاحوه. ولذلك من بعد شهرين تم العثور عليه. وسمحوا لي لو ريتكم يا إخوان هات الصورة. لأنه صورة كتوية لكم يعني الآثار ديال الجثمان دياله على الأرض اللي كان فوقها يا إخوان. ولذلك صورة قوية للغاية اللي نشرها الصحف الإيطالية. في حين أنه السيناريو الثالث هو أنه شاب المغربي يقدر ربما يكون. يعني كان في هذيك المنطقة الوقت اللي ذاتي إخوان هذيك الماكينة ديال الحصاد وديال الدراس ولكن كان ديجا مقتول. يعني كان ديجا تنقلي إخوان وتلاح مني كان يعني الدرا ما زال طويلة بزاف. ولذلك كل هات السيناريوهات. آآ من هنا للقدام إن شاء الله مني غيدر عليه تشريح غايوضحه بزاف ديال الأشياء وربما يوضح كذلك السبب ديال الوفاة دياله. طبعا هل سنتكلمه كذلك على فوجة من جنوب إيطاليا وغنتكلمه على الشاب المغربي. الشاب اللي اسميه يا إخوان اسامة باولو حرفاشي. كنظن بالله أنه الأم دياله إيطاليا والأب مغربي. لأنه عنده اسمين مغربي وإيطالي. وهو عنده ثلاثين سنة والعائلة دياله. الحمد لله النيابة العامة غادي تفتح تحقيق في مدينة فوجة. بتهم مدينة القتل ضد مجهولين. وهذا هو المعصار القضائي اللي غادي يدار. باش يقدروا يدروا عليه تشريح. وتشريح هو اللي غادي يتبتي إخوان لأسباب ديال الوفاة. لأنه رسميا تيقولوا مات بسكتة قلبية. إلا أنه العائلة كتقول لا سيد كلا العصاء وتوفاء بالعصاء اللي اعطاوه رجال الشرطاء ديال السجن. مع العلم أنه هو واحد الساجين اللي كان في الحبس مني خرج كانت لقى معاه هو بقي حي. قليم الولد ديال لكم راه كيتألم بزاف والحالة دياله ما مزياناش. ولذلك هو ما عندهم ليقين أنه الولد ديالهم لما كيعاني من حتى شي مرض ما عمره يعني ما كان عنده شي أمراض مزمينة ولا مرض القلب ما غايكونش توفى عرب طريقة طبيعية بل كين وراهت شي أشياء أخرى. المحامية شفت يا إخوة الاستجواب ديالها. كان في واحد القناة محلية ديال الجنوب. وصراحة كان يعني التدخل دياله في بزاف ديال الضبابية. وفعلا عندك شي ريالت هي. هي ما بغتش توجه أصابع الاتهام إلى رجال الشرطة. ولكن سطرات على حاجة هي مهمة. هو أننا خصنا نشوفوا تشريح أولا شنو غادي يقول. ومن بعد غادي نتاخدوا الخطوات اللازمة. والحمد لله النيابة العامة استجبت للعائلة وغادي تفتح تحقيق. غا مشو نتكلموا يا إخوان على هات الصورة. هذه المظاهرة اللي دارت الأخت اليوم باهجة على الأخ ديالها يونس البستاوي. اللي قتلوا يا إخوان أدرياتيشي المسؤول على الأمل في مدينة فوغيرا. وهناي إخوان الحضور ديال عدة مواطنين مغاربة وإيطاليين. اللي كانوا حاضرين من أجل إخوان تضامن مع العائلة. هاد المظاهرة كانت أمام المقر ديال النيابة العامة وديال المحكامة. وحاجة اللي هي مهمة. وكل بغي ننصحكم أنكم تقلبوا على هاد الفيديو إخوان هذا هو العنوان ديالو. وتفرجوا في الأختي إخوان باهجة لأنه وجهت أصابع الاتهام وقالت أتحمل المسؤولية ديالي فيما أقول. قلت لهم نيابة العامة وهذا المؤسسة اللي إحنا حاليا قدامها للقاضي للنيابة العامة قاموا بالعمل ديالهم لأنه العمل ديالهم يقلبوا على الحقيقة ويدروا العدالة ولكن هم العمل ديالهم كان أنهم يخبيوا ويدافعوا على المجرم أدرياتيشي وقلت لهم كان تحمل المسؤولية خصوصا أنه القاضية ديال يونس عنده وحد الصيات على المستوى ديال الصحافة الوطنية الحمد لله. وهذه صحيفة لاريبوبليكا لكتطبع وكتبع يا إخوان فالكيوسكات هذه إخوان كيفما كتشوفوا الصفحة 29 ديالت اليومة وإن شاء الله احتقت دغيت كل المؤليهم وهناي لانتسا وهناي إخوان فانبيج اللي بشات المظاهرة ودرت استجواب مع الأخت باهجة. طيب يتحل من بي الأشياء القليل اللي غدي نقول لكم وسمعوا معي مزيان نيابة العامة ديال المدينة كيقولوا وهذا الشي كيقولوا كذلك يا إخوان صحيفة لاريبوبليكا كين صداقات وكين فافور يعني هاد الناس بنتهم علاقات شخصية كنتكلم على أدرياتيشي والقاضي اللي كان في المحكامة وكذلك رئيس النيابة العامة هذو بتلاتة عندهم وحد الصداقة وواحد القرابة كبيرة بزاف وما يمكنش أنك تعطي التحقيق على وحد المجرم للصديق ديالو. الطبيت الحرة غادي حاول أنه يخبعيه وكيف ما قالت باهجة راه الأمر يتعلق بواحد المواطن اللي بالنسبة لي مهما يا راعير مغربي بل بالعكس هو متشي واحد يعني هو يا دون هوية ولذلك بغوا يدروا فيه ما بغوا المطالب ديال العائلة شنو هي دا بحالين؟ المطالب ديال العائلة وديال المحاميين الجوج ديال يونس هو أنهم يتم تنقيل الميلف من مدينة مدينة ميلانو ويطالبوا من نياب العام مدينة ميلانو أنها تتحرك وتنقل هذا الميلف لأنه إلا بقى في مدينة باوية أرغي يدروا فيه ما بغوا وهناي إخوان بعض الميصاجات مثلا القادية ديال المحكمة باوية كتكتب الأدريات تشي يلف الشي كله ويبريسكريتو يعني واحد الميلف راتمت الأرشفة دياله يعني تسد هو تقول لها باني غادي تنقسي لي واحد الرحلة إلى مدينة باوية جنتيليس سيما كوميسامبري يعني راك دريفة بزاف كيف مال عادة وهناك يتبين بلا أنه عندهم علاقات والميصاجات رهم كثير يا إخوان هنا النائب العام اللي كي ترأس نياب العامة ديال باوية قال يراني شفتك في المحكمة إلاك أنت باقي في المنطقة دوز عندي بطبيعة الحقالي غادي نسالي هاد الجلسة اللي عندي حاليا وغادي نطلع عندك وعلى شكلها اللي اعلم على هذه الميصاجات يا إخوان تخذو من التليفون ديالEC لأنه النائب العام ما بالزمن هي لتأخذ نسخة منه southern وخاص المحاميين يونس تكون عندهم نسخة من هذه المساجات والنيابة العامة رفضت مع العلم انه محكمة النقد تقول بالله انه المحاميين الدفاع عندهم حق انهم يأخذوا نسخة من هذه المساجات ولكن نيابة العامة قلت لهم الى بغايته نعطيكم تشوفوهم بعينكم وهم مساكني اخوة المحاميين قلسوا اخذوا هذه الملفات الكبيرة وهذه المساجات الكثير الكثير وبقوا يقرؤوا فيهم واحد بواحد حتى يشوفوا ما يهمهم وفي عوض من يأخذوا واحد نسخة منه ويضعوا للمكتبهم ويقرؤوا ذلك على خطرهم يضطروا انهم ينقلوا كل شيء بالسلوية اخوان في ورقة يعني اشياء اللي لم تتوقع شي اخوان حتى في الدول دي العالم الثالث المهم ما علينا ان هذه القضية اخوان الحمد لله كان عليها واحد الكلام وكنشكر جميع الناس اللي يمشوا اخوان ودافعوا لهذه القضية ونتمنوا خير في هذه القضية ونتمنوا كذلك ان هذه القضية يتم تنقيلها الى مدينة ميلانو ولا تم تنقيل ديالها الى مدينة ميلانو وغيكون اول انتصار في هذه القضية ان شاء الله فهذه الفقرة يا اخوان غنطرقوا الموضوع ديال رخصة السياقة المغربية ديال سنة 2020 واللي جميع المواطنين المغاربة اللي هنا كاين في ايطاليا وعندهم نسخة من هاد البيرمي لاقين مشكلة في تبدال ديالو ببيرمي ايطالي الحمد لله فهذه الفقرة غنطرقوا الاخبار ديال الخير هاد الميلة في اخوان قريب من نهاية ديالو هاد المشكلة غادي سالي قريبا وغادي يقول لي بإمكان المواطني المغاربة اللي في ايطاليا عندهم هاد البيرمي غاو اللي ويقدروا يبدلو ببيرمي ايطالي بطبيعة الحال تفرج معي اخوان الى الاخر وغادي نذكر اول حاجة اللي هي مهمة هو القانون اللي ساري المفعول في ايطاليا باش كل شي يستفد اللي عنده البيرمي ديال سنة 2020 واللي عنده بيرميات اخرين اللي قبلو للي من بعد المهم لكن هو انه البيرمي المغربي على حساب اتفاقية اللي ديال المغرب هي ايطاليا البيرمي المغربي يعتبر بيرمي في البروفا في التاست لمدة عامين اللي اخذي تق Changi تenson اريد انع!!!! منك تتعلق ايطاليا بامكانك انك يلوز ريزيدانسة سريعاً وتأخذ البيرمي إيطالي في حين أنه إيلنتايا لتحقتي بإيطاليا وقبل ما تخرج لك الفيزا عير بأشهر قليلة بشي تدوز البيرمي في المغرب بشي تقدر تبدله هنا يا فهذيك الحالة خصك تسنى يدوزه عامين على النهار اللي يخديتي فيه البيرمي ومن بعد غادي تشدي الريزيدانسة وغادي تأخذ البيرمي ديالك الإيطالي حاجة اللي مهمة بزاف وأنه من نهارك تأخذ الريزيدانسة في إيطاليا عندك أربع سنوات بشي تقدر تأخذ البيرمي ديالك الإيطالي ما تديروش كيف ما كي يوقع البزاف ديالت الناس وخصوصاً نيساء كتلقاها جايبة معها ببيرمي من المغرب وكتقول صافي غادي نبدله كتدير ريزيدانسة وكتبقى التهاون حتى كتفوت ربع سنين وهذيك الساعة خصلاة بدهم تدوز الامتحان في المدارس ديال السياقة هنا في إيطاليا واللي ما ممكنش من اللغة الإيطالية على الأقل بواحد درجة متوسطة أراه من الصعب عليه أنه يأخذ البيرمي هنا دابا الرجعون للموض بيلي كيف في روما والتانية أمام الوزارة الإيطالية ديال البنية التحتية والنقل لكيف في روما وerto بي تحدي إخوان في الأيام الماضية القليلة كانت ذيارة لبعض أفراد الجالية ليهم يفاعلين جمعويين وكذلك بعض الأعضاء من المجتمع المدني مغاربة هنا في إيطاليا تنقلوا إلى العاصمة المغربية الرباط وداروا زيارات إلى عدة مؤسسات من بينها الوزارة ديال النقلة المغربية من بينها مجلس الجالية من بينها البرلمان المغربي وتمي إخوان الصادفوهم وكيف ما كتشوفوا معيها هذو من بين الصور اللي كانين وهذا صور اخرى يا اخوان ومن بين الى الناس اللي يستقبلوهم كذلك هو المدير العام دي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المغربية اللي الذي يجن كلم عليه кровان هو السيد بالناصر بالعجول بطب الحالي اخوان كان لفقاكل الي اخوان من احد الاجتماع وسبح الله ياخوان هم داخلين اخوان viu هذا المقر هو خارج من هذا الاجتماع من بين الاشياء اللي يدرس في هذا الاجتماع وما كان عنده تشي علم بوجود الناس من الجارية المغربية الخارج هو الملف بيرمي المغربي لانه هاد المراسلة اللي غدي تشوفوا معاي اخوان من وزارة النقل الايطالية يعني البنية التحتية والنقل واللي كانت نهار خمسة في شهر عشرة كي طلبوا من السلطات المغربية انهم يقول اللي وصيفتوا البيانات ديال المواطني اللي بغني بدلوا بيرمي وهاد النقطة غدي نجي لها بطبيعة الحال بول عجول يا اخوان هي استغرب لوحد شيء من بين ميو سبع وخمسين بلد للمملكة المغربية دينا معهم اتفاقيات حول البيرمي مية واسبعة وخمسين بلد هاد البيرمي ديال سنة الفين وعشرين حتى شي دولة ما كان عندها مشكيل دولة الوحيدة في العالم لدارة مشاكيل هي ايطاليا ولكن عليش دارة مشاكيل لانه لقات بزاف ديال البيرميات مزورين ما بيالبيرميات اللي كانت كتتوصل بهم وهنا يقال تحبس خصني اشياء رسمية باش نقدر نضمن انه البيرمي اللي سنبدل الوحيد المواطن المغربي ما نتزورش وبالله انه رسمي ولذلك بقات في هاد المراسلات بول عجول كي اكد كذلك انه كانوا خمسة المراسلات مع الوزارة الايطالية ولذلك في الاخر وبخلاصة الوزارة الايطالية توطال ببيانات شخصية لهاد المواطنين والبيانات اخوان هما كالاتي رامغي طلبوش يعني شهادات عقارية وللحسابات البنكية باغن من السلطات المغربية الصورة الاسم الكامل التاريخ الازدياد رقم رخصة السياقة وكذلك المدينة التي يقيم بها الشخص بطبيعة حال هاد الورقة في غالبية الاحيال الامور دبا يا اخوان بقى مترس ماتش ولكن غادي تولي تاخدوها من القنصرية غادي تجيبها من القنصرية ودفعها في الميلف ديالك باش بدي البيرمي ديالك وهكا غادي تكون يا اخوان ضامان على انه البيرمي راه ماشي مزور من بعد ان شاء الله ربما غادي تطور باش ولي اخوان واحد الكوار كود بحال ذلك الكودة ديال غريم باس غادي تاخدو من السلطات المغربية وتدين الميلف ديالك باش بدي البيرمي وإلا ما كانش مزور غادي تقدر تبدله بسهولة هاد شي اخوان وقع كيف ما قلت لكم نهار خمسة وشهر عشرة السلطات المغربية عير هاد الايام الماضية القليلة تلتيم من الاخرى قالت بلا انه مقابلة بهذه الشروط وغادي تتواصل مع السلطات الايطالية والمشكلة اخوان تحل يعني ما بقى تشي مشكل هادك شري كانت بغى السلطات الايطالية تلبى لها من السلطات المغربية لحاجة الاخرى اللي بقى تعير مسألة وقت وربما يكونوا اسابيع وربما يكونوا اشهر ولكن هاد الميلف اخوان قدروا نقولوا بلا انه وراها تسد والمشكلة القولي حل والتعافق الحمد لله واشكر كثيرا الفاعلين الجمعويين اللي تنقلوا من ايطاليا نحو العاصمة المغربية الريباط باش يدارسوا هاد المشكل ومشعر هاد المشكل يدارسوا كذلك المشكل ديال الرحالات البحرية للمغاربة المقيمين في جنوب ايطاليا لانه لا يعقل واحد من الكالابريا ولا من السيشيليا باش يبشي المغرب في الباطو خاص يدرب طاليا كامل طولا عدش يتنقل تنمية كي يطالبوا باش يكون واحد الخط بحري من جنوب ايطاليا ومن هنا التنمية اخوان شوفوا واش غايكون شي جديد كذلك في هاد الميلف ولكن اجمالا الميلف ديال بيرمية اخوان راه تحل وعين مسألة وقت وغايبدو يبدو البيرميات فهذا الفقرة غنتكلمو على الجديد ديال حكومة الايطالية وخليهم واحد اليوم ديال تراحة واحد اليوم اللي مشوي اخوان باش يؤديوا القسم الا انه كين ديجس دعي اخوان نايد ما بيناتهم على الحكومات غان شرح لكم مزيان هذوي اخوان الصور ديال اليوم مني جورجا ميلوني مشات هي والوزارة 24 وزير وزارة ووزيرات اللي مشوي اديوا القسم امام رئيس الجمهورية ماتاريلا وما مشوش عير بوحدهم مشو كذلك برفقة الافراد ديال العائلة ديالهم جورجا ميلوني دات الرافق دياله وكذلك البنت دياله الصغيرة وكذلك فعالة سالفيني اللي ادى كذلك الرافقة دياله وبنته الصغيرة بطبيعة الحالي اخوان هذو الصور ديال الناس اللي مشاش اديت القسم هذا طياني وكذلك وزارة اخرين اللي كيفما كتشوفوا معايا في الصور بعيدا على الصور كانت تهني اي اخوان جات من الولايات المتحدة الامريكية اللي هنقوا جورجا ميلوني وكذلك اورسولا فون دورلاين رئيسة مفوضية الاوروبية اللي هنقتها وقالت على الاستعداد باش يعني تبدأ العمل معها في حين انه طياني سيد اللي كان عليه القيل والقال واللي هو وزير الخارجية حاليا عيت الوزير الخارجي الاوكراني وقال بلا انه ايطاليا رمع اوكراينا وغانبقوا دائما دافعوا من اجل الحرية ديال اوكراينا وكذلك جات تهنيئة من زيلانسكي ودورجا ميلوني جاوباته وقال بلا انه ايطاليا دائما ما تكون من الجهة ديالكم بطبيعة الحلقة لكم بلا انه كي ينقاش لانه وخي عن اليوم احتفال وخي يوم مراحة وغدا تاني غيرتاحه ولكن اجمالا نيت السدعي اخوان لانه بعض الوزارات تقدر تفقد قيمة ديالها لانه خاصة ميديرول لذلك لذلك بحلقة توكل الوزارة الفلو الفلانية على واحد القيطاع وبزاف ديال الوكالات وبزاف ديال لذلك بل مداروش من بينها لذالقة المهم بزاف الصالفيني لانه البارح في الليل الكلام اللي تقال هو انه الصالفيني خدوا وزارة البنية التحتية والنقل علاش لانه في العادي وزارة البنية التحتية تتحكم في الميناءات وتتحكم في القواردية كوستيارة يعني البحرية الإيطالية ولذلك قل لك بزاف ديت الناس خطار هاد الوزارة باش يلعب شوية يبقى يلعب يا إخوان مع الحراقة غاي ستدعينهم الميناءات كيف ما كان كدير سابقا وما غاي خليش القواردية كوستيارة فش يتنقضهم وهذا الشيء لاش خطار هاد الوزارة بالتحديد ولكن إلا لاحظتم معاي البارح تكلمين على أنه الرئيس السابق ديال الجهة سيشيليا وموزوماتي خدق الوزارةดية الجنوب والسياسة البحر وعدين الموانئ وج AO ميلوني ستفعل هذا ال detalj أو أولا موزوماتي وله حد Zumat suis يعني أنه موزومايتش اللي هو الوزير ديال الجنوب و ديال السياسة ديال البحر هو اللي غير يتحكم في الموانئ ماشي سالفيني في الحين أنه لو بقوعات سالفيني غير يبدأ يتحكم فيهم غير يبدأ يسد الموانئ على الحراقة و غير يمنع كذلك القوار ديال كوستيرا باش أنها تنقود المهاجرين اللي هم هيا كيريسكو أنهم يغرقون طيب يتحل شيء مهم للغاية وهذا هو الصراع لي غير يكون في الحكومة حالياً من بعدها إخوان ما أدوا القسم غير يشوفوا هذيك الوكالة ممن غير يتبشي نتمنوا أنه مش مقاش في الإيديال السالفيني ولكن إجمالاً كون أنه السالفيني متعطاشوش وزارة الداخلية راك يبقى شيء اللي هو ممتاز خصوصاً أنه وزارة الداخلية مشات الشخص اللي هو يتقني اللي هو كالبريفاتو ديال مدينة روما من بعدها إخوان مسألة المراسيم ديال تأذية القسم أمام رئيس الجمهورية الإيطالية بزاف ديال السياسيين من بينهم طياني من بينهم جورجا ميلوني اللي ولات رئيسة الحكومة الإيطالية وعلى ذكر هذه المعلومة را هي أول مرأة فالتاريخ ديال إيطالية اللي غادي ترأس حكومة إيطالية مشوي إخوان الواحد الجنازة ديال واحد شاب إيطالي اللي اسميته فرانشيسكو وعنده 18 سنة وهناي إخوان الجنازة دياله كيف ما تشوفوا معي الكنيسة اللي كبيرة كانت ماليئة حتى اللخر ديالها والبراسة اللي كانت واقفة فيها جورجا ميلوني إخوان را كانت في اللخر ديال الكنيسة كانت ماليئة حتى للأخر هذا الشاب الذي كان مشجع روما الفارق روما هنا اخوان دروا لي واحد الستريششوني بالانوان الفارق روما وكذلك كتبوا له تشاو فرانشيسكو هذا الشاب وقعت لي حادثة في الايام الماضية شابة ايطالية سكرانية شاربة كثير من هذا الشركة يسمح لها القانون بثلاثة المرات وكانت تسوق وخرجت من طريق دياله وكانت تصرع فائقة وقد تضرب هذا الشاب سيخطله وكانت تعاطفة معه المدينة كاملة والحي كامل وهناك فيما تشوفوا خيال دليل على الناس اللي كانت تحاضره بالطبع فيما قلت لكم مش كذلك جورجا ميلوني مش كذلك ليتا مش طياني ومشوا بزافة سياسيين اخرى اللي كانوا قرب من هاد العائلة حاليا السيدة اللي قتلت ورها مش دودة في الحبس وتم تأكيد اليوم انها تبقى مش دودة في الحبس بالطبع يتحل بغين يدروا كذلك الخبر على الهاتف ديالها باش يعارفوا واش كانت كتدوي في التليفون واش كانت كتشاطي او لف هذه اللحظة اللي خرجت من الطريق كانت سكرانا والسيدة كانوا واقف في المارتشاب بيدي انا نشت الفيديو ديال البلاسة اللي وقع فيها الحادث كانوا بعيد على الطريق تقريبا بوحد جوج متر وثلاثة وواقف هو والاصديقاء دياله حتى تجي تخرج فيه قتلاته وطبع يتحلي اخوان هذا الشيء اترف بزافة الناس اللي كانوا حاضرين اليوم الجانزة دياله من بينهم سياسيين ايطاليين موسيقى في هاد الفقرة يا اخوان غادي نتكلموا على الطقس اللي كان في ايطاليا في هد الشهر لي هو يا شهر عشرة كنت تكلموا على انه اليوم راه 22 في شهر عشرة مابقى ليناوالو على البداية ذي الشهر 11 وكيف ما كنتشوفوا معايا الطقس يا اخوان كين واحد الحرارة انا شخصيا ما كنت تذكرش شهر عشرة اصخون بهها الدرجة في ايطاليا ولذلك راكين خبراء ذيال الطقس اللي كنتكلموا على انه درجات الحرارة أكتر من المعتاد مقارنة بالسنوات الماضية على الأقل بربعات دراجات في بعض المناطق وبعشرات دراجات في مناطق أخرى خصوصاً في شمال إيطاليا بطبيعة الحال عند هذه الأيام دائماً يا إخوان هذه 3 أو 4 أيام كان يتحدث عن أحد الخابر أو علم الطقس وهو مجلس الوطني للبحوث والذي يتحدث عن أنه سنة 2022 هي أسخن سنة منذ 1800 وهذه الأرقام رغم ما يقولوها شعير باش يزيدوا فيه نحن بطبيعة الحال معتهدين على أنه كنت سمع سنة 2019 كانت هي اللي سخنة بزاف لا شهر السكن هو اللي سخن بزاف منذ سنين لكذا لكذا ولكن على حسب الأرقام اللي هي متاحة وفي إيطاليا بدأوا يأخذوا درجات الحرارة منذ 1800 قبل ما كانوا يأخذوها ولذلك منذ 1800 إلى غاية اليوم يعني في 220 سنة أسخن سنة هي هات السنة اللي عشنا في إحنا ذا بحالي وأنا كنت أذكر شي بعد الأيام اللي كانوا في الصيفي كانت الحرارة جد 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 مفرطة المهم ما علينا أن نتحدث عن هذه الأيام لكن هو أنه درجة الحرارة الأقل التي كانت في المدن الشمال للإيطاليا مع الفجر هي 16 درجة في مدينة تورينو في ميلانو أو في ترياستي يعني كنت أتحدث عن 22 21 في شهر عشرة كانت تلقى 16 درجة في الفجر راه ما شي عادي بالطبع كنت أتحدث عن الحرارة غير عادية وكيف متى يقولوا العلماء راه ما عشرة درجات حرارية زيدة على المعتاد بطبيط الحال هاد الحرارة حتى نين غادي سبقى على الأقل غادي سبقى يا إخوان حتى النهاية ذي الشهر يعني نهار 31 راه ما زال كان الحرارة وغايكونوا كذلك بعض الزخات المطارية يا إخوان في شمال إيطاليا خصوصا في الشمال وكذلك في البيانورا بادانا يعني المناطق الإخوان اللي قريبة من اللومبردية في حين أنه ابتداء من يوم الاثنين راه ما تكوني إخوان الشمس في أغلبية المناطق الإيطالية ودرجات الحرارة ستصل حتى 30 درجات حرارة في المتوسط و34 درجات حرارة يوم الأحد القادم يعني غداي إخوان في بعض المناطق الإيطالية 34 درجات راه ما قلت لكم يا إخوان بعض العلماء كيف ما غدا تشوفوا معي هناك كي يقول لك هالدرجات الحرارة الشابية بدرجات الحرارة اللي كنعيشوه في الأوائل للشهر السبعة والمياه دي للبحر راه حاليا في 23-24 درجات وهالدرجات الحرارة هي نفس هالك اللي كنلقاوه في البحر في الأواخل دي للشهر السبعة وفي البداية دي للشهر السبعة ولذلك الجو اللي كنعيشوه حاليا راه ماشي عادي يا إخوان وهات السنة راه كيف ما قلت لكم غادي تكون أسخن سنة في العقود وفي السنوات وفي القرون الأخيرة على الأقل كنت تكلموا على إيطاليا